في حجة فقد كشفت مصادر طبية على ارتفاع عدد المهددين بشلل الأطفال إلى تسعة ألاف مصاب في مديريات شمالية المحافظة وأرجع النصر الطبي ارتفاع نسبة المهددين بالإصابة بشلل الأطفال إلى غياب التحصين واللقاحات منذ نحو أربع سنوات على معظم مديريات المحافظة وكانت زارة الصحة التابعة للحكومة الشرعية قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن حملة تحصين ضد فيروس شلل الأطفال في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرتها هؤلاء الأطفال لهم من أكثر من أربع سنوات لم يحصلوا على اللقاح لا لقاح شلل الأطفال لا لقاح فيروس الكبد ولا نخاف عليهم من الفيروسات ونخاف عليهم من سلل الأطفال الذين يهدد أكثر يعني من 9000 بمديرية ميديو حيران نرجو لفت النظر إلى هؤلاء الأطفال الذين تهددهم مخاطر فيروسات بسبب اللقاحات اللقاحات يتأرضين للخطامة تأرضين لكل آزة لأننا نازحين ولم أنا حاج ناشد أننا في لقاحات حق الأطفال وحق النسل للحمل وحق ما هو زي ما تقول كورونا ما عندنا شيئة احتصارات ولا عندنا أي شيء بوا أطفال أبرياء زي ما ذينا الناس الأطفال ذينا اللي مخارجين من المدرسة ما ذنبه لا تحصين ولا شيء ولا يقرف ذي ولا يقرف بحكي الله أنا أبي مكبري وهنا تحصين أبي أبي عزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي شكرا